منرحب بحضراتكم من جديد احيان الفقرة دي فقرة مهمة لنا احنا كمان شخصيا واكيد لحضراتكولات كتير جدا مهتمة او مهموسة بفكرة الوزن المثالي ازاي نقدر للوزن المثالي هو بس بيبقى ايه يعني بتبقى امنية فيه البعض بيحاول يحققها وفيه بعض ملتزم من هي امنية يعني في الشتا بقى كمان احيانا احيانا وضع بقى صعب جدا يبقى سبب لا هو كل الوقت الشتا صعب او انك يعني موضوع الوزن ده الناس عادة بتاكل بتاكل وانا من الناس دي فعني او يعني موضوع موضوع يعني شوية صعب خاصة في الشتا لان دايما احنا عارضين في البيت جوا بارد عارضين حاجات تدفيدة مش عارفين نخرج بشكل يعني كبير فنقعد ناكل متعتنا الوحيدة في البيت انها نقعد ناكل عارضين نعرف بقى الوزن المثالي ده ممكن نوصله ولو ممكن نوصله نوصله ازاي و ايه المفروض نعمل ان في بعض الافكار المغلوطة في افكار مغلوطة كتير جدا متشوف على السوشال ميديا بنسمعها من الناس بيقولوا ان هم متخصصين بس خلينا نعرف فعلا ازاي نقدر نوصل للوزن المثالي بشكل صحي من دكتور رامي سلاح الدين استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية و دايما نضيف عزيزة علينا يا دكتور صباح الفل صباح الفل عليك نوارنا مرسي خالص ايه بقى موضوع الوزن المثالي وهل هو اسطورة او ولا ممكن يتحقق ولا ايه بس خلانا الاول كلمة الوزن المثالي دي هتاخدنا في نقطة مهمة جدا انت عايز ايه يعني عايز توصل لايه زي ما كنا منتكلم قبل هوا انت عايز حاجة تظهر عليك ولا عايز حاجة ممكن ترضيك نفسيا ولا عايز توصل في الاخر في اخر التجربة ان انت مثلا تبص في المراية فانا مرتاح انا جسمي كويس انا كنت بالبس ما اسا 40 بقيت بالبس 35 هي انت عايز ايه من التجربة لفظ الوزن المثالي للأسف لما تيجي تتكلم عليه رقميا هو الموضوع قاسي شوية انت بتتكلم لو شخص طوله 160 سنتي فوزنه المثالي رقميا 56 كيلو تقريبا فلما تيجي تقول لي واحد وزنه مثلا 90 كيلو طوله 160 سنتي انا عايز اوصلك ل 56 كيلو فالموضوع مرهق نفسيا انا لسه هنزل كل ده ده دكتور انا طول عمري عند 65 كيلو ما بقدرش هنزل اكتر من كده ويبدأ بقى الشيطان يتملك منه فتبدأ القصة تبقى صعبة هي الفكرة كلها ببساطة جديدة جدا لازم تعيش حياة صحية ده رقم واحد ده المقام الاول رقم اتنين انت توصل لمرحلة انك توف قدام نفسك قدام المراهة انا مبسوط مش متداي ده راضي عن شكل اه اه لان اوقات بيبقى ظروف المجتمع حوالينا بتفرض علينا حاجة معينة اللي هو احنا دلوقتي مثلا ان الموضة ان انت تبقى رفيع جدا جدا فتلاقي بقى ده الموضوع الهوس ياخدنا في الحتة دي حتى لو وصلنا لنا مش مهم يعني انا مهم ان انا بقى وزني خمسين كيلو اه صحيتي كويسة شكل كويس بشريتي كويسة شعري حل وما بيقعش لا مش مهم انت وصلني لدرجة ان انا بقى خمسين كيلو اللي هو لان المجتمع فرض علي الصورة دي فاحنا مفروض بدورنا ان احنا بنوضح للناس انا يفرق معي كتير اولا ان احنا مثلا مقاس لبسي مقاس لبسي هو المعيار هو ده الوزن المثالي ان انا بلبس مثلا طول عمري بلبس مقاس 30 فانا طول عمري هفضل على 30 وهيبقى هو ده المعيار بتاعي لو بدأت ازيد عن كده وبدأت اجيب مثلا حاجات مقاسات اكبر فاعرف ان انا في محكي يعني عندي في مرحلة خطر ابدأ ارجع للقصة لك عشان تربط نفسك برقم الموضوع لود نفسي بشعو دي من اخطاء الضيط الشائعة لما تيجي يجي لك العميل في العيادة يجي يقول لك يا دكتور انا عايز اخص 20 كيلو في فترة زمنية معينة تمام اعيز اوصل لرقم معين في وقت معين خلاص يا دكتور اللي يتقل قبل الهواء بعد اسمك الشيزن يقول عليك لا فعلا فيه نسة فيه نسة انا شخصين كنت نسة بس قال الدكتور لو انا عايز اخص اتنين كيلو اتنين كيلو نص مثلا في عدد ايام معينة هل ده بيتحقق فعلا ولا لا ماشي فانت لو انت عشان تقدر تحط لنفسك الليمت الزمني ولمت الوزن فده لود نفسي زيادة ما بينعكسش بايجابية معاك بصورة ايجابية انت بالعكس انت ممكن هتضطر آسفا تلجأ لطرق مش سليمة عشان تقدر توصل للرقم ده يعني انت تيجي مينفعش اقولك انت في خلال الشهر انا دكتور بيخسس عشرة كيلو لخمساشر كيلو في الشهر مينفعش ده علميا مش موجود او تعالى نطبق مع بعض بتجربة العلاجية الفلانية عشان نقدر نخس عدد الكيلوات المعينة دي ملهاش علاقة طبيعة الجسم ظروف فحصاتك ظروف حياتك الاجتماعية بتصحق امتى بتنام امتى نشاطاتك كل دي عوامل بتأثر على فكرة نزول الوزن لو احنا هنتكلم على نزول صحي لكن لو هنتكلم بقى عنه نزول عشوائي ما انا ممكن اقطع عنك ان شوائيات اسبوع هنزلك 2-3 كيلو مية هتتبسط واتقول الدكتور ده حاجة عظيمة جدا في حين ان انا ضريت الجسم في حتة تانية تروح لناس تانية ده كاترة بتمنع الدهون تماما اشرب لبن خل الدسم كل زبادي خل الدسم كل مسلوق كل مشوي ما تاخدش اي حاجة فيها دهون فبيقطع الدهون على المدى البعيد عندي فيتامين A وD وE وK اللي اربعة بيدوبوا في الدهون فالأربعة بازوا فهي الفكرة كلها انت عايز توصل لأيه تب والأدوية اللي بتخصص من 3-5 كيلو في الاسبوع ما هي دي بتلعب على فكرة معين احنا مصممين معاك على الموضوع احنا هنوصل معاك هنعمل هنشوفه ما يحصل سؤالي الارانات كده كده فعلا موجودة دايما على طول خص من 3-5 كيلو في الاسبوع الوطر النفسي هو عارف انت عايزة ايه انت عايزة عدد كيلوات عدد الكيلوات شكلها ايه هم يفرش معاك ان هو مش دكتور هو عايز يوصل لك لعدد كيلوات فبي بروز دي يعني الادوية دي بتعمل ايه دكتور هنفعلا بتحقق تواجد دور خلينا نتكلم عندنا 3 انواع من الادوية باختصار شديد نوع معترف بي واخد أبروف من منظمة الصحة العالمية مؤخرا بالمناسبة يعني من سنتين تلاتة مش الموضوع مش من زمان ودي الحقن اللي موجودة في السوق مش عايزة اقول اسماء برده عشان منتجر دي حقن موجودة في السوق بتتحقن في بطن بقبر الانسولين الحقن دي بتلعب على فكرة انها بتسد الشهية وفي نفس الوقت هي اصلا علاج لمريض السكر بس مؤخرا بدأت تاخد تصريحات انها تستخدم لمريض السكر ما ينفعش تستخدم من غير اشرف طبيب ما ينفعش تماما لانها جرعات خطر طبعا ليها حسابات وليها فحصات ولازم يبقى ليها فحص دوري ومقامة انسولين وعشان تقدر تحط فانت الناس لسه ما وصلتش للجرء ان هي تعمل حاجة زي دي ان هي تروح السديرات ولا انا عايزة للحقن دي ونوع تاني من اللي هو بيسد الشهية بسرعة نفع جدا بيشتغل على مركز الشبع في المخ بيطلع يقفل الدنيا فانت سيادتك بتقع لاربع وعشرين سعلا انت طاية الاكل ولا طاية نفسك ولا طاية الحياة ولا طاية اي حاجة متعصب دايما على طول ضغطك عالي نفضك زيادة متعصب بس انت بتيجي في الاخر فعلي انت فعلا بتخسر وزن لان انت سيادتك ما بتكلش بس مقابل خسارة الوزن انت بتخسر حاجات كتير او من صحتك صحتك بتتأثر ده رقم واحد رقم اتنين اول ما بتبطل الدواء بترجع اوتوماتيك لنفس عدد الكيلوات اللي انت انزلت يعني انت لو انزلت عشر كيلو هترجع عشر كيلو هترجع عشر تلاتاشر كيلو فهي اللعبة تيجي في كده طيب اللي بيبيه حاجة زي دي بيعمل ايه ما بيلعبش طبعا على الوطر الطبي لأ تعال انا خساسك عشر كيلو في الشهر فانت اوتوماتيك هتنسقي وراه وهو فعلا بيجيب نتيجة وللأسف المادة الفعالة للأدوية دي الاو هي السوبوترامين دي مادة محظورة دوليا ومبقيتش تستخدم في العالم كله بل في دول في العالم بتحرم استخدام السوبوترامين ده زيه زي المخدرات وزيه زيه الحاجات اللي مش كويسة فانت ليه تحط نفسك تحت رحمة حاجة زي دي وتبقى مريض ضغط عالي او ممكن تموتك او توصلك لاكتئاب والحقيقة فعلا بنشوف انه في بعض الناس بيموتوا من حاجات زي دي دكتور انت بيجي لك يعني ناس عايزة تفقد الوازن كتير جدا وعندك حالات مختلفة يعني من مختلف الاعمار ورجالة وستات ايه هي العادات الخطيئة الشائعة بين الناس كلها اللي بيعملوها وهما بيعملوا ريجيم فبتبوز لهم نظام الدايت بتاعهم تماما فكرة الدايت نفسه او العنوان نفسه مؤذي للناس او الناس مش فهمها كويس يعني الناس اول ما تقول الدايت الدايت هو نظام غذائي يعني انا باكل ايه في يومي ونظام غذائي محسوب لامكانيات جسمك ولمعطيات جسمك كفحصات للأسف بتيجي للناس يجي يقولك انا عندي معتقد يا دكتور ان انا مثلا واجبة الفطار مثلا لو بيتابعوا ناس على السوشيال ميديا يقولك واجبة الفطار واجبة مش صحية تجنب واجبة الفطار واخد واجبة الغداء او واجبة العشاء او ناس بتدعم فكرة مثلا الاماد اللي هو الوان ميل الواجبة الوحدة في اليوم فانت بتبدأ تسمع في الفكرة دي مبدئيا كده انت عمرك ما تسمع لاي حد بيدعم فكرة واحدة في علم التغذية انت عندك اكتر من 150 ل200 تجربة خطة علاجية في التغذية العلاجية فانت لما تلاقي واحد بيدافع عن الفكرة دي ابعد تماما على ان انت تسمعه ده رقم واحد رقم اتنين ظروف يومك هي اللي بتحكمني انا امتى هاخد في الفطار شكل الواجبة هيبقى شكلها عمل ازاي لو نشويات لان للأسف الناس بتربط الدايت بيجبنا قريش في الغداء وزيزت وزيزت اه اه بالضبط زبادي في العشاء في رخ مسلوقة وشربة خضار فانت اسبوع نمسك يعني تبتدي تحس ان انت كويس لغاية الفطار اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم بص دكتور ما تكتب ليش جبن قريش فبتبدأ تخش في جدال هزلي اصلا ملوش اي قيمة لان انا ما تفريش معاك جبن القريش من الجبن الشدر حتى اللي فيها دهون هي الفكرة كلها انا عايز منك ايه القيمة الغدائية انا عايز اقدمها لك بالضبط والقيمة الغدائية انا عايز من جسمك ايه هي دي الفكرة امتى اكل الفكهة مثلا من الثقافات للأسف المتدولة في التغزيع متن يقول لك ايه مجوع كل فكهة في الفطار كل فكهة في العشاء كل فكهة كل زبادي مع فكهة الفكهة ما بتعامل معها مش بالسهل ده المرض زي الكبد الدهني او الدهون اللي على الكبد علاجها بانك بتقطع فكهة فانت لازم تعرف ان الفكهة زي ما هي لها ايجابيات لها سلبيات ولازم تعرف التوقيت المثالي لأكل الفكهة وهو قبل الغداء من نص ساعة لساعة غير كده الفكهة ملاش اي قيمة انت سي واحدة دقش الناس بتحلي بالفكهة ما هي دي المصيبة انت لازم تاخد القيمة الغذائية بتاعة الفكهة قيمتها الوقت الوحيد اللي القيمة فيه فعلا هو قبل الغداء من نص ساعة لساعة بس فيه برضو دكتور الناس بتاخد سكريتها في اليوم من الفكهة واثون ده مش حاجة وحشة بس في التوقيت المثالي يعني مثلا ما يجيش مثلا شخص بيشتغل في بنك وقاعد وتقول له الصبح تعالى ناكل موز وتمر انت بعد ما تاكل الموز وتمر كمية الحاجات السكر اللي انت خدته الفركتوز اللي انت خدته ده هتترجمه فين وانت عاد على المكتب وانت مستفدتش بحاجة لكن لو شخص بيبزي المجهود عضلي اه تعالى انا ممكن اضيف لك مثلا الصبح كبهة لبن مع شوية شفان واضيف لك موزايا معاهم حتى الناس بتروح الجن دائما بينسحوا بالموز فعلا بالضبط عشان هبدأ اترجمه لكن اجي مثلا اخد واجبة الغداء وما بين الغداء والعشف فانا معليك جعان فانا عملا اكل فاكهة ما الدكتور قال لي كل فاكهة ودي كانت ثقافة زمان للأسف كل فاكهة بصورة عشوية كل تفاح كل برطوان ينزل اشتريه بالعشرين تتين كيلو تفاح ويبدأ يأكل فيه بصورة عشوية انت فركتوز سكر زيه زي السكر السكروز اللي هو السكر العادي اللي بنحل به زيه زي النشويات هي نفس الفكرة لعبة انسولين ولعبة هرمونات لان هنا هيخدنا نقطة الحرق انت بتيجي تلاقيه شخصي قدامك شخصي طبيعي جدا وتعمل له كل الفحوصات تلاقيها تمامه زي الفول بصا دكتور انا حرق ضعيف اللي هو هو الدكتور مش انا يا انا هو جاي يقول لي انا حرق ضعيف وخلاص بيحطوني قدام الامر الواقع طيب تعالي يا فندم نعمل لك الفحوصات تطلع الفحوصات كويسة لفظ الحرق لفظ عنيف جدا من الاخطاء الشائعة اللي الناس بتوعى فيها ولفظ الحرق ده هرمونات وعضلات وبالتالي الأدوية اللي بتشتغل على الهرموناتها اللي بتجيب نتيجة وقلت ممارسة النشاط هو اللي بيخلى سيادتك تدخن مفيش اي حاجة تانية مفيش اي حاجة تانية معلش تاني بقى ان عدم ممارسة الرياضة النشاطات دي بتأثر على الحرق والهرمونات رقم واحد الهرمونات اللي هي علاقة بالشبع علاقة بالتكوين الدهون ليه علاقة بالحركة بتاعت استإنتاج الطاقة جوا جسمك هو ده اللي قادر على خلل أعملك تحليل غضة درقية أتطمن على اللعبة دي لكن فكرة إن سيادتك بتاخد مثلاً معدل سعرات أو معدل أكل في معدل جليسيمي عالي في فترة زمنية قليلة وتيجي تطلب من الجسم إنه يحرقه وإنت سيادتك قاعد قدام التلفزيون طول اليوم فدي بتبقى هي دي المعادلة الغلط اللي الناس بتوعى فيها فأنت مش محتاج أكتر من 20 ل 30 دقيقة ماشي في اليوم عشان جسمك يستفاد مش عشان يحرق بالمناسبة الناس بتحط حمل كبير قوي على الرياضة ويروح الجيم يقعد بالتلاتة أربع ساعات ويجي في آخر الشهر يكتشف إنه خصي تلاتة أربعة كيلو فقط لغير الرياضة ما بتخصصش الرياضة بتساعد على التخصيص الرياضة بتساعد على إن الكتلة العضلية بتاعت معاليك أو معاليكي تبقى كويسة فده بيفرق كتير صحياً لكن تروح تلعب برياضة بسرعة شوية وإنت أكلك مش مزبوط لأ عشان تتغير صحياً سواء في تغذية علاجية أو في ميزان لازم أكلك هو اللي يتظبط ده رقم اثنين رقم تلاتة فكرة قطع الأكل بالليل دايماً الناس بتربط إن أنا بصها دكتور بعد ساعة ستة سبعة الحرق بيقف واسمعنا الكلام ده كتير جداً من ناس غير مسؤول ده زي صيام متقطع مثلاً لو صيام متقطع دي خطة علاجية ده دي حاجة ودي حاجة أنا بكلم في النقطة دي عشان أفرق للناس صيام متقطع أنت بتتبع خطة علاجية لها أسس ولها أساسيات اللي هو 16 ساعة صيام 8 ساعات أكل في 16 ساعة صيام اللي هو منهم عدد ساعات النوم أنت سيادتك بتشرب مية كل المشروبات الدافية متاحة دف بدون سكر والثمان ساعات أنت بتاخد حاجات محسوبة بناءً على وجهة نظر الدكتور عشان توصل لنتيجة كويسة لكن الفكرة الثانية اللي هو اللي بيفطر عادي وبيتغد عادي ويتعش عادي ويجي الساعة 7 يا بص يا دكتور احنا بعد الساعة 7 الحرق بيقف بتتقل كده بنفس اللفظ لا يا فندم انت سيادتك بتحرق وانت نيم وانت نيم الحرق شغال وانت صاح الحرق شغال صبح ليل الحرق شغال لأنه الحرق مش ما بيهزرش يعني هو مش ضابط نفسه على الساعة 7 يعني لو أخذتك دلوقتي وودتك اليابان في نفس التوقيت فهو هيحصل له لخبطة فانت مش هتحرق يعني لا الموضوع ما بيمشيش كده خلص هي الفكرة كلها هل انت بتتبع حمية غزائية بتجبرك انك تقطع أكل في التوقيت ده ولا انت ماشي بعشوائية ولو مجرد من الساعة 7 بالليل فاحنا ما بنتحركش فاحنا ما بمزلش لا حرق شغال اتعشى خد وك بيدي العشاء أهم حاجة لو انت مش متبع صيام متقطع انها تكون قبل النوم بساعتين عشان عملية الهضم تتم بصورة كويسة نرجع لنقطة الزبادي دايما الزبادي بيخسس كل زبادي الزبادي الصبح بيخسس الزبادي ليه قيمة واحدة فقط لدي قيمته في ايه؟ قيمته انه هو بيدعم البكتيريا النفع اللي موجودة في الامعاء فدي قيمة عظيمة جدا يعني انا محتاجها لنبكتيريا النفع وتوازنها مع البكتيريا الضر امتصاص حل هضم كويس زبادي باللمون تحديدا اللمون بقى حط قرفها في ليفر الاكل الصحي غلط يعني انت سيادتك لو عايش طول حياتك على طبق الصلطة فده غلط لو عايش طول حياتك على طبق شربة الخضار فده غلط ادمان الاكل الصحي غلط لازم يحصل تنظيم ما بين الفطار والغداء والعشاء وتعرف انت عايز ايه من الوجب يعني الزبادي ده ممكن يبقى في الفطار عادي نفيش منه مشكلة مش في العشاء هو في العشاء عشان عملية الهضم تتم بصورة كويسة البكتيريا النفع تدعم كويس وسيادتك المفروض ان انت كمان ساعة او ساعتين داخل تنام مش مش يومك لسه بيبتدي يعني طيب دكتور يعني عشان نبص تهر الناس يلا بي عشان ما يتوهوش لو هنستغل لحضرتك وتقول لنا دايت بلان كده او نظام غذائي يصلح للجميع لان احنا للأسف ما عندناش ثقافة ان احنا نروح لدكتور عشان نعمل التحاليل عشان نبقى عارفين دايت بلان او النظام الغذائي اللي ينفع لنا ايه احنا في قطاع كبير جدا مننا خلينا نعترف ما بيروحش لدكتور دايت عشان يبقى عارف هو محتاج ايه فلو هنعرف من حضرتك دايت بلان او نظام غذائي او نظام ريجيم او نظام صحي اي مكان يصلح للجميع وغير مضر خلينا نقول مثلا خلينا نحط رسمة كده كروكي للموضوع بس ده ما ينفعش مثلا لمريض سكر او مريض ضغط او شخص بيعاني من مشاكل معينة لان ده هيحطنا في قيود فهيبقى مريض سكر مريض ضغط او يعني يبقى عندي قيود او عندي قيود مش هينفع اقول له مثلا هتبقى فيه حاجات مش متاحة وليه علاقة بفحوصات وواواواواواوا فديه تغزي علاجية حتة تانية لان احنا نقول مثلا تنظيم فكرة فكرة عامة فطار غدا عشان افطر الصبح اتغدى بعد الضهر اتعشى قبل ما اتنام بساعتين ما تاخدش اي حاجة ما بين الفطار والغدا ما تاخدش اي حاجة ما بين الغدا والعشان اقطع اكل تماما يعني من الفطار للغدا سياتك بتشرب مياه ومشروبات من غير سكر فقط لالي نقطة مهمة بالزبط ومن الغدا للعشان اقطع اكل تماما ما تاكلش اي حاجة ولا تاكل مكسرات ولا تاكل فكهة ولا تاكل صلطة ولا تاكل اي غلطة من الغلطات الشنيعة دي هتبتدي فطارك اكتر وقت محتاج فيه النشويات هو الفطار يبقى اي اكتر حاجة ممكن ناخدها الصبح هو العيش سواء كان توست بني سواء كان عيش بلدي سواء كان عيش دلوقتي مدعم بالحبوب الكاملة شوفان او 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 معاك من اتنين لو هنتكلم مثلا عن توست اتنين توست لو العيش البلدي معاك من نص رغيف لرغيف لو بنتكلم على العيش الشوفان ممكن يوصل لتلاتة رغيف عيش في اليوم تماما والرغيف بيبقى صغير كده ورفعه طيب تاني حاجة عايز ادخل نوع من انواع البروتين لان جسمي محتاج حاجة تديني طاقة مع العيش اللي هو العيش ومحتاج حاجة تدعم جسمي وبالتالي هيجي الفول هيجي البيض هتيجي الجبنة الفول على قد العيش الفول على قد العيش يعني ما تروحش الجبه خمسة ستة جنيه فول وانت سيادتك معاك نص رغيف او رغيف فده مش هيبقى ميك سنس يعني انت هتضطر ايسفا لان حما عندناش ثقافة بس هو حالك بتقول يا فول يا بيض يا جبنة يا جبنة مش التلاتة مع بعض هي بتوضح بس للسادة المشايدين طبعا طبعا منحب التنوى بس نفطار يا عادي يا فول على قد العيش يا اما بيض يا اما جبنة لو انت عايز تعمل ميكسات مثلا بتحب الفول بالبيض فانت ممكن تستسني العيش وتعمل فول ببيض عايز تدخلي بطاطس مسلوقة فانت سيادتك طرح ما دخلت البطاطس المسلوقة فهتبقى بديل للعيش لو احنا عايزين نعمل تنوى لو هنعمل مثلا لبن كباية لبن 200 ميلي مع 4-5 معالق شفان وفراولة انا من عشاق الفراولة وهي من اعظم الفواكه اللي بتقدم دعم للجسم وفي نفس الوقت ما بترفعليش الانسولين مقارنة ببيض يعني نتكلم في مستوى الجميع يعني في متناول الجميع خلينا نتكلم في نظام غذائي ينفع اي حد كل ما انا بقولك الحاجات اللي هي متاحة في الماركت وفي نفس الوقت مش غالية وتنفع لكل الناس تفكر بنفس الطريقة تمام؟ خلصنا وجبة الفطار نطلع على وجبة الغداء احنا اتفقنا الوقت المثالي لأكل الفكهة وقبل وجبة الغداء من نص ساعة لساعة متحتاخد تفاحة متحتاخد برطقانة متحتاخد اتنين يوسفي اتنين كيوي اتنين جوافة بتختلف بقى هنا بناء على اللي انا عايزه لو انا عايز فيتامين سي فانا هفكر في نوع الفكهة اللي انا محتاجة هنخش على الغداء هتقسم الطبق بتاعك نصين نص هتحط فيه الخضار اي كان نوع الخضار مطبوخ او سوتية او شربة خضار او سلطة والنص التاني هنقسمه ربعين ربع فيه النشويات وربع فيه البروتين نشويات اللي هي رز مكارونة اي مكارونة اه فريك اي حاجة العشاء اي بقى يا دكتور العشاء هي بقى كوباية الزبادي وتحط معها اي حاجة لو احنا مثلا في الشتاء كوباية حمص الشام هتشرب صحلة بما عنديش مشكلة حاجة تنفع معاك لو انت من الناس اللي بيبقى لسه قدامها وقتا على ما تنام ممكن تاخد اتنين توس تبني مع جبنة دكتور رامي احنا دايما محتاجين معاك وقت اكبر بكتير لكن للأسف احنا وقتنا خلص كل شكر لك دكتور رامي صلاح الدين استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية على وجودك معنا وعلى الدايت لان اللي انت دتها لنا شكرا يا دكتور